هذا وانطلقت في مدينة اسطنبول التركية القمة الثالثة عشر لمنظمات التعاون الإسلامي بمشاركة أكثر من ثلاثين رئيس الدولة وحكومة ومسؤولين آخرين تحت شعار الوحدة وتضامن من أجل العدالة والسلام وخلال القمة أكد خادم الحرمين الشريفين أن الأمة الإسلامية مطالبة بمعالجة قضاياها وفي مقدمتها إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية انطلقت قمة منظمة التعاون الإسلامي في مدينة اسطنبول التركية بحضور قادة العالم الإسلامي وذلك لاتخاذ قرارات ومبادرات عملية تسعى إلى النهوض بالعمل الإسلامي المشترك والارتقاء بالدور المنوطي بمنظمة التعاون الإسلامي على الساحتين الإغنيمية والدولية وفي بداية القمة سلمت مصر التي رأست الدورة الثانية عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي رأسة الدورة الثالثة عشر إلى تركيا وخلال القمة أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي أنه يجب العمل على إنهاء الأزمة السورية على أساس جنيف واحد وأعلن الملك سلمان أن التحالف الإسلامي يمثل خطوة لحماية الشباب المسلمي من الإرهاب مؤكدا وجوب معالجة القضايا الإسلامية الأساسية وفي كلمة افتتاح الغمة أكد إياد مدني أمين عام منظمة التعاون الإسلامي أن القضية الفلسطينية لا تزال القضية الأم للمنظمة وناشد الفرقاء التنازل عن الاختلافات لتشكيل حكومة وفاق فلسطينية وقال مدني إن المنظمة وضعت مكافحة الإرهاب في صدر اهتماماتها معلنا أن المنظمة تعمل مع العراق على عقد مؤتمر مكة لتحقيق المصالحة في ذلك البلد الذي يشهد نزاعات على أكثر من صعيد وفي اليمن يتواصل دعم المنظمة لجهود الحكومة الشرعية وقوات التحالف في تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي وندعم جهود استئناف الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة بدوره أكد رئيس الدورة الثالثة عشر للقمة الرئيس التركي رجب طيب أوردوغان أن الموضوع العام للقمة هو العدالة والسلام مشيرا إلى أن الأمة الإسلامية تواجه كثيرا من المصاعب على رأسها الفتنة المذهبية والتمييز العنصري واعتبر أوردوغان مشكلة الإرهاب والعنف أكبر مشكلة يعاني منها العالم الإسلامي منتغدا إزدواجية المعايير عند الدول الغربية كغض الطرف عن الاعتداءات التي ضربت أنقرة وإسطنبول ولاهور والتركيز على بروكسل يذكر أن القمة تبحث في قضايا السلام والأمن والقضية الفلسطينية إضافة إلى مكافحة الفساد والتطرف والإرهاب فضلا عن مسائل الاستثمار والعلوم والتكنولوجيا وتغير المناخ وظاهرة الإسلام فوبيا